وفي السياق ذاته أكد الدكتور المهندس عمار جبر خليل أنه سيتم تطبيق القانون بحق المتجاوزين على الأملاك الخاصة والعمة مبينا أن العمل جار لتأهيل مستشفى تكريتا التعليمي ليكون من أوائل المستشفيات في العراق مرحلة التحرير وبعد التحرير عندما كانت الأوراق مختلطة فهذا الناس قسم من الناس اللي هم خارج المحافظة أملاكهم داخل صلاح الدين هناك من عبث بها ومن تصرف بها بأسماء وهمية وأسماء مستعارة وكان يهدد ليأخذ الإيجارات نحن الآن شكلنا لجنة واللجنة بدأت تدقق وصلنا إلى نتائج جيدة وسنحاسبهم ونتابعهم قانونيا لأن هذه حقوق الناس يجب أن يفهم الآخرين بأنها ليست لمن هب ودب هذه حقوق الناس مسؤوليتنا نحن كمسؤولية أخلاقية أن نحافظ عليها المستشفيات الحقيقة نحن في صلاح الدين أكبر مستشفى عندنا هي مستشفى تكريت التعليمي وهذه المستشفى كانت منطقة قتال ودمرت المستشفى بالكامل لكن الحمد لله انحالت عن طريق منظمة الـ UNDP وجاء العمل بها بشكل ممتاز جدا معها ملحق 188 سرير ستكون أكبر مستشفى بالمحافظة نحن جاين عدة العدة من خلال الخطة لاستكمال الأجهزة المطلوبة الأجهزة السرطانة معالجة السرطانة وغيرها لكي تكون مستشفى نأمل بأن تكون المستشفى الأولى في العراق من خلال خطتنا ومن خلال وضعنا لخطط مستقبلية تتزامن مع إعادة تأهيلها وبناء هذه المستشفى